السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله وانتم في تمام الصحة والعافية ايو يا أخوتي نايدا نايدا القضية شخضاته شخضات يا أخوتي ورجعوا لعبيد ديال الواطية كي هددوا تورتور بالقاتل اي يا أخوتي اي ما سمعنا بهذا من بعد الفيديو اللي دارت ترك على حلابة البقر نادت كات هددوا بالتصفية الجسدية ودرت عليها لايف وقلت كات تمضي عليه المميس والتمر نحن مع عصابة خطيرة عصابة إجرامية خطيرة منين نقول له في الليف كي يطلعوا يمضوا الجناوة تهديد بالقتل إخواني أخوتي بصورة مباشرة على الترك والخاصة الترك هذا يقدم واحد مولاتي الشيكاية لأنهم كي هددوا إخواني أخوتي دبا مبقاوش كي هددوا الله وما تسكت انحطوا عليك إلا دبا والله وما تسكت انصفيوها لك أشنو معنيتها مثلا طالعة كتمضي المميس في الليف ما معنى هذا الطريقة إخواني أخوتي أن السيدة طالعة كتمضي علينا الجناوة يا كلاباس تركت الصواطر تركت السيوفة والمقعد ما الفين إخواني أخوتي أنهم يهزوا الصواطر ويهزوا الجناوة ومضيوا قدم عباد الله تركت عصابة إجرامية نفس الفاصيلة يا ربي السلامة الإجرام سريليهم في الدم من بعد ما عيقات على الطرق نتجاوبها دار لديك الفيديو ديال المصباح السحري أنا ذاتك ترد عليها على أنها كتهددو تهديد مباشر أمام العالم بالتهديد بالقتل إخواني أخوتي لأنه فعلا هذا تهديد خطير جدا لعصابة إجرامية ولي وشكل يدفع لك ولي وشكل يوقف معك ولي وشكل يوقف معك ولي استخفض الله العلي العظيم أشهد الشواء وأشهد الفضيحة والفن رديته عفنية تركت الإجرام أنا بعد هذه العيشورية عمرني ما سمعت بخليقتها يا ربي السلامتها سمعت ترترتها يدوي عليها لأنهم عيقوا على الراجل عيقوا عليه إياك واطيتكم هي اللي ترت عليه واطيتكم اللي ما بقيتش بغيه ها وصفي بنت الياجي أخرى بل يا ميسي المغريبي ميسي الامبراطورية الإجرامية اللي بغيتوا تنسيونا فيها ما غاديش ننسوه ما غاديش ننسوه الامبراطورية الإجرامية الهارب من العدالة اللي قيقلبوا عليه دولة على قدها ولي قاسك تقدم ليه التحية من وسط الكباري ومفرعنا به احنا نشوف هاتفرعين فين غا يوصلكم احنا غا نشوف هاتفرعين هذا فين غا يديكم إخواني أخوتي غا نخليكم مع الفيديو ديالتورتر إخواني أخوتي اللي عطاهم واطاهم عطاهم واطاهم سؤال خير تعطلت عليكم شوي بس لأنه كان عندي تلفون ما قدرت لها جاوبة رجائن والله لحد يرسلي أي حاجة ما ترسلوني الأشي اللي تضحك ورامزيان كتعرفي قطع العصبة ياك بجنوية ونقطع عصبة وقطع ديال راجلك بعد اول اول ما تجوش احدايا ورا انا هكا نصحكم نصيحة الوجه اللاه وش حال الكيلو ديال الكراعين المهم ما علناش احنا من هذا السؤال الناس يجب استشعر ايه 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 والله لازم كانت قاعدة نحاول انما نضحك والله يا قلبي أخوة الله أخوة الله بصراحة 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 لازم دخله وتشوفوا اللايف بصراحة 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 بغيت ان نزل المصابق الله أعطيكم منصفتوا لي التحاجة هاو خلاص خلاص المينونة خلاص ترجعني بريك 10 دقاء 10 دقائق بس 10 دقائق وواء واعيوني صارت حامرة أخذكم الدخل للعيف والله العظم سننزل لكم أشفى يوم أقول لكم هذا المثال مصد يقول لك شروا البليات وما يضحك رجعت لكم بعد برايك عشر دقائق باركة والله باركة باركة ما صفتوا لي التحاجع لأنه أنا من الناس المنقدرش نسكت المهم جازين المصابقة ندخل في جو المصابقة أحسن مما نتكلم في عباد الله لما كيسو تاكي لكراعين لأننا قالوا لي كيرا لكراعين بخمسين درهم وهم بزافة لهم خمسين درهم نراكم بعد شوي في السنابل وره هذا قسطي تكلمنا احنا في مسابقاتنا قبل تكلمنا عن الرياضة عندنا شخصيات فنانات فنانين امثال اليوم في السنابل وره هذا عشان ندخل في أجوام مصابقة عطفية أفضل فنانين امثال اليوم مصابقتنا غير مصابقتنا اليوم خمسمية دولار كاش نقدم كاش خمسة الاف درهم قاعد تشري عشرة كيلو مئة كيلو ديالك رائب المهم جائزة خمسمية دولار نقدم كونا جاهزين للسنابل وره هذا عشان ندخل في أجوام مصابقة عطفية أفضل كيف راح أقول لكم اشرا انتظر السنابل وره هذا سمحوني تأخرت عليكم بس والله اتصالات قاعدتين اليوم مش فاهم يقول لك نطمن عليك أنا بخير مثل ما خبرتكم كل اللي عليك اليوم تسوي ضحكني أهم حاجة تستعملوا لشخصيات ولا تستعملوا لأحد من أفراد العائلة بغيت نضحك فيديو يضحك مثلي ضحك نكتب ضحك عالم سبيستوني ضحك ضحكني ومبروك عليك 500 دولار استقباله الساعة 4 علشان الساعة 10 في الليل نعرض اسم وعشان لا تقولوا ان محمد معطانا فرصة راح أطيكم فرصة لغدة لبكرة الساعة 4 بتوقيت مملكة البحرين اللي هي جوج بتوقيت المغرب الساعة 2 بتوقيت المغرب عند بتوقيت غرينيتش بتوقيت دول ثاني ما أعرف ولكن آخر فيديو راح أتم استقباله الساعة 4 علشان الساعة 10 في الليل نعرض اسم الفايز أو الفايز ما قتلكم إياها ودائما نذكرها ما عاش من بايح عراص حبيت أشكر كل اليوم اللي حاولت وصلون معاي اسمحوا لي انه ما قدر تجاوبكم ما قدر تجاوب من جماعة بسيطة قد خافون أنا بصحة وسلام صحتي شوية تعبانة بس الحمدلله انها صحة مبهر مونات اللي تخربطت المهم احنا اليوم مثل ما عرفتها من البطلة قبل شوية نزلت الكومبوست ما شاء الله عليها نكثر وهي فاضية ما عندها هلا محمد تركم جبل تأجلت الجلسة لـ 14 ديسمبر وانتذا نفسش طويل وانتذا نفسي أطوال البوئيد مشكلة مادرش تنتظريني عقلها فلانة تابعوني الساعة عشر اليوم معانا مقدر التحجة ما سعندلكم وفاجر احنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة